موسيقى ولادة يسوع المسيح أجمل خبر وأعظم شيء أنه الإنسان ممكن يسمعه كلمت أنا عن الظروف التاريخية المحيطة بميلاد ربنا يسوع المسيح لكن هذه الظروف التاريخية بتخلينا نسلط الضوء أو الكاميرا بلغة الميديا على بلد متواضع بلد جميل اللي تدعى الناصرة أنا قلت أنه أبطال القصة يوسف ومريم جاءوا من الناصرة من بلد متواضع جداً الناصرة مبنية على جبال عالية من عدة جبال وأيضاً الناصرة كانت قرية صغيرة في أيام المسيح ما بزيتش تعدادها عن الأربعمائة نسمة هذه البلدة أو المدينة المرتفعة على الجبال كانت جميلة جداً طقس حلو ورائع في تلك المناطق وأيضاً أحبائي المنطقة تعتبر منطقة زراعية والناس اللي عايشين فيها معظمهم بسطة إما كانوا بيشتغلوا في الزراعة أو بيشتغلوا في البناء كان في بلد اسمها سيفوريس أو صفورية نسميها عندنا بفلسطين كان أغلب رجال بيشتغلوا فيها حياة بسيطة عادية فالكاميرا تسلط الضوء على كابل على زوج مخطوبين اللي هو يوسف النجار والمطوبة القديسة مريم العدراء اتنين كانوا ساكنين في الناصري والتنين أجوا من نسل طبعا داود اتنين كانوا خاطبين والخطوبة شيء جميل هو طبعا ضم عائلتين بعائلة واحدة والخطوبة أحبائي كانت تعتبر مثل زواج عقد على أوراق الخطوبة كانت تعتبر زواج وهذا بتم لفترة سنة للاحتفال الزفاف اللي هو بياخد أسبوع كامل هذا الاحتفال اللي بيكونوا اتنين بيدخلوا عهد أمام الله وبيدخلوا طبعا بتكون الدخلة أو ليلة الزفاف كما منسميها في هذا اليوم اليوم لما بتتفرج على الناصري طبعا الناصري اليوم مدينة كبيرة فيها مؤسسات كثيرة من مستشفيات ومدارس مسيحية وفيها شعب طبعا تعتبر أكبر مدينة عربية في إسرائيل اليوم لكن المواقع الكتابية مازالت مثل ما هي فمثلا ممكن تروح على كنيسة الأرتودوكس كنيسة الملاك جبرائيل وبتشوف هناك عين العضرة في نبع لما بتدخل على الكنيسة وتحت الكنيسة كفي جروتو لتحد في نبع مي ويقول التقليد الكنسي أن مريم كانت تملأ تعب مي من هذا العين وهذا طبعا مؤيد تاريخيا لأن أي بلد بيبنوها لازم تكون مبنية على جبل عالي للحماية ولازم تكون قريبة من الطريق الرئيسي وكان طبعا في طرق بالنصر اللي بتوصل للطريق الرئيسي وكمان بيبنوا عنا في التلال أو على الجبال لازم تكون قريبة من أرض زراعي حتى يستثمروا ويستخدموا الأرض زراعيا فلما بتتفرج على النصر وما يحيط في النصر هذا ما تراه حتى يومنا هذا بتشوف عين العذرة بتشوف السوق القديم البلد القديمي اللي منها المجمع القديم وين المسيح كان اتعود أن يروح على المجمع يدرس كلمة الله ويقرأ في الطورة ويتعلم الشريعة وفي نفس المكان وقف واقتبس من مخطوطة إشعياء اللي بيتكلم فيها عن المسيح عندما قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين قال يسوع قد تم هذا المكتوب اليوم هذا المكتوب في مسامعكم وبعد المجمع بتروح للكنيسة الرئيسية الكنيسة تعتبر واحدة من أكبر الكنيس في الشرق الأوسط كنيسة البشارة وهي الكنيسة مبنية فوق بيت القديسة مريم العذراء لما بتفوت إلى داخل الكنيسة طبعا بكرموا العذراء وبتشوف صور للعذراء في الكنيسة وخارج الكنيسة من كل دول العالم البعض بيرسمها أو بيوصفها يعني بالشكل الصيني أو الياباني أو عذراء بشكل مصري أو فلسطيني أو أفريقي بحسب البلد اللي جايين منها تكريم للقديسة مريم العذراء لما بتفوت لداخل الكنيسة بتشوف بيت قديم طبعا الأرضية اكتشفوا في السيف وساء ومكفي اللي هي مكان الغسلات اليهودية وفي هذا البيت يقال أنه جاء الملاك جبرائيل وبشر القديسة مريم العذراء بأجمل بشارة وافتقدها بأعظم زيارة فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابن وتسمينه يسوع الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله اشتركوا في القناة